السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي اعملين ايه يا رب اكونوا في خير وبصحة وسلامة زي انت شايفين كده النهاردة فيديو العشق بتاعي فيديو المشتريات كل الست بيت طبعا بتحب فيديو المشتريات بيبايون كده فرحة ليها وهي بتشتري مشتريات للمبخ او للبيت او يعني اي مشتريات تجميل اي حاجة تعالوا بقى معي بالداخل الفيديو عشان نشوفوا احنا ايه اشترينا ايه وايه هي الاسعار اول حاجة انا ايه حبيت اللي هي العلب التوابل الكيوت دي شكلها جميل جدا والواناتها حلوة مبهجة اغيرت كل علب التوابل بتاعتي بقى وجبت اللي هي العلب دي تمام اه في منها اللي هي العلب المقاسي الكبير ده زي ما انتم شايفين عامل سبعتاشر ونص تمام بس انا اخدته بخمستاشر شطرة انا شطرة انا تقلقش علي والعلب اللي هي الصغيرة دي اللي هي اللونها احمر اه دي كانت عاملة اتنشر ونص خطاها بعشرة يعني اه الكبيرة بسبعتاشر ونص اساسية بس اخدتها بخمستاشر ودي عاملة عشرة جنيه حلوة قوي وشكلها كيوت كده وامور والواناتها حلوة قوي طبعا هتستخدميها بقى لاي توابل عندك والعلب الكبير هتستخدميها للرز وكده عندكم برضو جبت اللي شكل ده بتاع الكيك شكله حلو ومختلف كده لشكل ده مش عندي فقلت اغير كده عامل منه بقى جيلي اه كيك اه اي حاجة ان شاء الله بجربه معاكم في حلويات كتير ده اه يعني اه كان حلوة قوي وسعره برضو مش غالي يعني ان شاء الله برضو هقول لكم الاسعار بس انا بفرقكم على الحاجة الاول وجبتوا برضو الشكل ده للكيك او ممكن بقى تستخدميه بقى لحاجات كتير اه كريم كراميل حلويات كاستر زي ما انتم شايفين كده اه شكله حلوة قوي تقدمي بقى طريقة جديدة لعمل الرز كده يعني المهم اللي هو يعني شكله حلو كده وجديد ومختلف انا بحب الاشكال المختلفة دي تمام انا هقول لكم الاسعار في الاخر طبعا اه بس انا ماشي معاكم واحدة واحدة كده تمام اه نخش على ايه تاني جبت طقم الكبايات ده بالصينية شكلها حلوة قوي اه الكبايات كده كبايات شاي تمام بالطبق بتاعها اللي تحت الطبق التقديم ولونها المميز ده تمام كان فيه اللون ده والوانات تانية بس انا جبت اللون المبهج ده ده برضو كان طقم حلوة قوي اه عجبني فقلت اجيبه تمام اه ايه تاني اه اه الله موصل لعنبي هم اه تلات كده كبايات مع اه اه تلات اطباق بتاعتهم مصطنية كبيرة اللي هي بتاعت التقديم وبعد كده جبت برضو كبايات العصاير دي انا عندي كبايات كتير بس انا بحب اغير اي شكل جديد او اي حاجة جديدة بحب يعني اي اغيرها اه وفيه برضو كبايات الشاي دي برضو اه 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 يعني بصوا انا كنت مغيرة المونتاج عشان انا كنت عاملاه الفيديو ده لقيته اصلا من زمن من ايام عيد الام ودخلت رمضان وكده فانا غيرت المونتاج بتاعه فعشان كده ممكن تلاقل الصوت مش مع ال اه الكلام يعني تمام شلت المونتاج بتاع الاولاني وحطت بقسط من جديد ويه كبايات الشاي دي برضو اه اه شكلها حلو كده وكيوت ويه اصعارها حلوة جدا وكانت رخيصة برضو يعني الطاقم اصلا لتلات كبايات دولة الطاقم الواحد عامل عشرة جنيه يعني يا بلاش طاقم كبايات شاي بعشرة جنيه يا بلاش ايه تاني جبت الكسرولة دي اه كان في منها احجام كتير خامتها الامونيوم وهي اه حلوة قوي والمقاس ده هو اللي جبته المقاس الكبير ومحملة معايا يعني كانت حلوة بصراحة واستخدمتها بعد كده باستخدمها في الحلويات وكده حلوة معايا وزي الفل وبتقضي الغرض الكسرولة دي بصراحة كانت اياميها عاملة اللهم صلى الله عنه بي خمسة وستين جنيه طيب بقى عقول لكم الاسعار كان طاقم الكبايات ده اللي هو الاورانج ده ده كان عامل مية خمسة وتلاتين جنيه آآ بس الشكله حلو خامته جميلة جدا زي ما قلتلك الطاقم التوابل انا قلتلكوا اسعاره وابتاع الكيك ده عامل خمسة وتمانين جنيه وابتاع الكيك التاني عامل ستين جنيه